السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الثاني الابتدائي مدارس الرقية الأهلية أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مهارة جديدة من مهارات العلوم توجفنا عند صفحة 157 ودرسنا المصطلحات درسنا الاحتكاك ودرسنا الانصهار وقلنا ان الانصهار وتحول المادة الصلبة إلى سائلة تحول المادة الصلبة إلى سائلة هذا كان تعريف الانصهار ومن يعطيني مثال الانصهار أحسنت يا بطل انصهار الشمع عند إشعال الشمع تنصهر يعني تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أو انصهار الثلج ممتاز أيضا درسنا التبخر والتبخر هو تحول السائل إلى غاز مثال للتبخر عند تسخين الماء على النار يتبخر الماء ويتحول إلى بخار ماء يبقى إذن تحول السائل إلى بخار ماء أو إلى غاز هذا مفهوم التبخر توقفنا عند التجازب وهذا كان في درس المغناطيس هو سحب الأجسام بعضها لبعض ودرسنا إن المغناطيس يسحب الأجسام المصنوعة من من إيش يا بطل؟ من الحديد أحسن أنت ممتاز يبقى إذن المغناطيس يسحب الأجسام المصنوعة من الحديد وللمغناطيس قطب شمالي وقطب جنوبي نفس الصورة كذا هذون مغناطيسيين مع بعض وأن المغناطيس لي قطبان شمالي وجنوبي وإذا جربنا المغناطيس القطب الشمالي من القطب الجنوبي لمغناطيس آخر يحدث ما بينهم تجاذب لكن الأقطاب المتشابهة تتنافر يعني شمالي مع شمالي يتبعدون عن بعضهم اليوم هندرس مصطلحين هما التغير الفيزيائي ودرسناه قبل هناخد بس عليه مهارة بسيطة والتغير الكيميائي التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي طيب ما معنى التغير الفيزيائي؟ اقرأي بطل هو تحول في حجم المادة أو شكلها شكل المادة بس يتغير فمثلا عندما نطوي المادة فإننا نحدث تغيرا فيزيائيا انظر إلى الصورة هذه صورة أوراق وانك انت تطويها يبقى انت غيرت من حجمها أو غيرت من شكلها يبقى هذا تغير فيزيائي ثانيا التغير الكيميائي أول ما نقول تغير كيميائي انظر للصورة المقابلة عشان تتذكر التعريف هذه صورة قلي البيض يبقى إذن تغير كيميائي مثل تغير قلي البيض وهو تحول المادة إلى مادة مختلفة بعد ما تكسر البيضة وتقليها ما يمديك ترجحها ثاني إلى البيضة في شكلها الأول يبقى إذن تغيرت أو تحولت المادة إلى مادة أخرى مثل قلي البيضة وتغير كيميائي طيب عايزين منك يا بطن تذكر مثال ثاني غير هذا غير اللي في الصورة تغير فيزيائي وتغير كيميائي فكر عايزين تغير فيزيائي وعايزين تغير كيميائي هذا مهارة اليوم وواجب اليوم أذكر مثالا للتغير فيزيائي ومثالا للتغير الكيميائي غير الموجود في الصورة وممكن ترجع للدرس التغير الفيزيائي ودرس التغير الكيميائي وتذكر هذه الأمثلة مع واجب هتقرأ التكثف المصطلحة اللي بعد كده التكثف والتنافر تبدأ تقرأهم وتحضرهم عشان إن شاء الله ندرسهم في حصة القادمة بإذن الله يبقى واجبك هترسل لي يا بطل التغيير الفيزيائي وتغيير الكيميائي مثال لكل منهما شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته